اعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن رصد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا كوفيد 19 لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي ليبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا 49 شخصا واضحت الوزارة ان الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من ايران عبر مطار البحرين الدولي وتم اجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاع المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي وفق الاجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما وبعد ظهور اعراض الاشتباه بالاصابة بالفيروس تم اجراء التحاليل المخبرية لهما والتي اكدت اصابتهما بالفيروس حيث تم نقلهما فورا الى احدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر ونوهت الوزارة بان التنسيق قائم ومستمر مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وثمنت وزارة الصحة دعم الاشقاء ووقفاتهم التاريخية مع مملكة البحرين مضيفة بان اجراءات الفحص صارمة ومتواصلة حماية للمواطنين والمقيمين واكدت الوزارة انها قامت باجراء فحوصات مخبرية ل2274 شخصا واظهرت النتائج سلامة 2225 شخصا من فيروس كورونا مضيحة بان 47 من العدد الكلي البالغ 49 مصابا لا يتطلب وضعهم الصحيحة لينتلقي اي انواع من الادوية فيما يتلقى اثنان فقط الادوية اللازمة للعلاج ونوهت وزارة الصحة بانها تواصل جمع العينات للمواطنين العائدين من ايران خلال شهر فبراير قبل اعلان ايران تفشي الفيروس في مدنها من خلال وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة باجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك باخذ العين للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بالفيروس واكدت الوزراء انه يتم تزويد المواطنين مما يتم فحصهم اجازة طبية مدفوعة الاجر لمدة 14 يوما بالاضافة الى كافة التعليمات والارشادات التوعوية